ربعاً تعاونوا ما ذلوا مثل شعبي كويتي عكسته خدمة دشنها سوق المباركية من خلال توفير سيارات غولف كار للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى لتسهيل التنقل داخل السوق تم التوفير سيارات غولف لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمسنين داخل سوق المباركية بتعاون مع محافظة العاصمة ومركز العمل التطوعي برئاسة الشيخ أمثال وشركة مجمعات الأسواق التجارية داخل سوق المباركية وهي خدمات تدل على قيم الشراكة والمسؤولية المجتمعية تطوير الخدمات في سوق المباركية تهدف لجعله واجهة سياحية بشكل يحاكي حداثة الحاضر ولا يفتقد تراث الماضي هذه خطوة عملية للكويت تترجم أنها بالفعل مركز عمل إنساني وسنستمر إن شاء الله في تطوير السوق من خلال خدمات سيتم إنجازها قريباً مثل تضليل شهر عبدالله السالم وتوفير الماء البارد في أرجاء السوق وتخصيص ثلاث مواقع لدورات المياه خدمات تدل على احترام الكويت لحقوق الإنسان وإعلاء القيم الإنسانية بعد أن باتت بشهادة أممية مركز للعمل الإنساني طبعاً خدمة هذه راقية تخدم كبار السن بالنسبة للرواد السود المباركية وأنا أشوف كثير من العوائل يحتاجون للخدمة هذه والحمد لله هذا شيء مغرب علينا يعني طيرت نهر الخير راح تلقون العجر من رب العالمين وهذه خدمة إنسانية والسوق المباركية سوق كبير يعني ممنوع فيه السيارات إنها تدش إلا هذه السيارات اللي توصل الناس اللي ما يقدرون يمشون بادرة تعكس التعاون بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة لخدمة المواطنين والمقيمين ويعد خير مثال للاقتداء بالعمل التطوعي زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس